عسلمة ومرحبا بكم الناس كل ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير ونعمة اليوم جبت لكم رسات ياسر ابننا وخاصة نصحية الي هي كي كدروع نتصوى الناس كل نحبوه وهكا متاق عيدة في اشتاء نوتكم ولنجاهيكم باش نعتيكم ليزا سيس كل باش اجيكم هكا طالعة ما شاء الله وديكم طرية عن الاخر من داخل وخاصة نعتيكم القراماج يعني نعتيكم المكونات بالكيس وبالجرام بالنسبة لي ما عندوش الميزين دونك نبشي طويكا مع بعضنا الوصف متعنا لليوم واول حاجة باش نبديو بها هي المكونات بالنسبة للمكونات هنا باش نكايلو كل شي بالكيس عنا كيس الاربع فارينا يجيونا 100 جرام فارينا فلا اهو كبش نعليكم قديش ناقصة هذي بالنسبة للفارينا يجيونا 100 جرام اهنا بالنسبة للسكر عنا نصف كأس سكر وتحاكين تحبوا حلوة اكثر تنجموا تزيدوا اما انا عملت بالجرام 60 جرام سكر عنا هنا كيس حليب يجيونا بالمليلتر 180 مليلتر اهنا عنا نصف كأس زيت يجيونا 80 مليلتر ومعاهم زوز كيسين دروع اللي يجيونا كل كيس فيه 100 جرام دروع يعني 200 جرام دروع اهنا باش نسحقوا اربع بيضات يكونوا بحرارة الغرفة واحدة لوفيو خشيميك يعني خميرة قاتو وزوز سكر فاني وبالنسبة للزينا وإلا باش ننكهوا به الدروع متانا انا هنا اخترت الزبيب يكون شايح ومعاهم باش انك هزيده بالتمر اللي هو حلو على خاطره اذاك عليش محليتش برشة سكر عندي ججلين وعندي لوز طري يعني عندي مهوش محمر اذايا بالنسبة للمكونات متاعنا لليوم نمشيوا طريقة التحذير وبتبيعها راهو تنجموا تحطوا ليتحبوا انتوما في المكونات للزينا اول حاجة باش نعملها باش ناخو الكعبية العظام متاعي باش نحطهم بالكعبة بالكعبة انا ديماني العظام متاعي نفقسو في صحفة صغيرة ومبعد نسبو في البول اللي باش نخدم فيه القاتو متاعي هكيكا كانت تتلتاع العظامة سفابها هكي نبدأ نعرف من الصحفة باش هكيكا بتهريك ليش بقية المكونات الكل دونك تو باش نكمل نسب الأربع بيضات ونكملوا مبعد بقية المكونات ما بعضنا وكيما ديما نواصيكم راهو العظام يلزم يكون بدرجة حالة الغرفة علش ميزموش يكون برد باش هكيكا يتميزج مع بقية المكونات بعد ما صابيت العظام متاعي باش نزيد كمية السكر كيما قلت لكم السكر لكم تنجمو تحطو اكثر من هكا اما انا منحبهش جيني يسرح لوا وكيما ليتو باش نحط معها الزبيب والتمر دونك لاني اذيكا علش نقصت في كمية السكر حاتيت معهم السكر فاني باش نكهلي الكيك متاعي وهنا جبت المضرب الكهربائي وذو ما توا باش نفع دكية نخدم فيهم ليني ضعف الحجم متاعو لازم الحجم متاع البيض والسكر يبيض ويضعف بالكدام الحجم متاعو اذيكا هو السر باش يجينا من بعد كيك الدروع يجينا ياسر هشوش وتده هكا عاليا ويسر يسر جيت ريا فغيما بالطريقة ذيه يجيكم يضوب في الفم اهنا كيما قاعدين تلاحظو هكا بدائي بياض الخليط متاعي ديما نخدمه في الفيتاس ماكسيمام لينفل لخنا تحصله على القوام هذيه وقتها باش نكمل نزيد ابقية المكونات السائلة فلا هيدا هو القوام الي حاجتنا بيه طوا باش نحط الباتورم تاعي على جنب نزيد الحليب والزيت مبعضهم الزوز هيدا بالنسبة للزيت كيما ليتو ان عملت زيت نباتي ومن بعد باش نكمل نزيد الحليب كيف كيف يكون بدلاجة حالة الغرفة يعني ما يكونش بارد من الفرجديل وإلا ما تساخنهوشو واذو ما طوا باش نعود نخلطهما كفيتفين مش برشة باش نخلطهم بالفيتاس المياه ونخليهما كيكا لين يتخلطوا كل مبعضها ومن بعد باش نبدل نزيدو في المكونات الشايحة لكل مبعضها انفوا كمانا سايتا و باش نزيدو مكونات الشايحة أما باش نغربلوهم راه مهم برشة انكم تغربلو الفعينة والدروع على خاطر هذيكا هو اللي بيش يخلي زيدا الدروع يجيكم الكيك من بعد يسر يسر تري ويجيكم هشوش زيندا دونك باش نبدل نزيد في الكمية الكاملة متاع الفعينة بتاعي ونغربلها بشوية بشوية والسعب لكم راهي الحاجة البيهية يلزوها لزيد اتاب الكل يتعاملو دونك كل الحاجة نوري هيلكم وكل اتاب نقلكم عليها راهي مهمة برشة في النجاح الكيك منتاعكم بعد ما صبيت الفعينة بتاعي هكا نخلطها شوية مع العظم ما نبدوش نخلطو فيها هكا بيتاس قوية باش كيكا اكل العظم ماذيكا ما تحناش الفوليوم بتاعو دونك نخلطو بشوية بشوية اكا هاو من بعد ما نكملو نخلطو الفعينة لكلها توا باش نتعديو اللي الدروع كيف كيف نفس العملية نصبو الكمية متاع الدروع متانا في الغربية المتانا ونغربلوها مليح مليح كيما تعرفو الدروع راهو دي ما يبدا فيه شوية كعابر زيدا ذيكا عليش زيدا مهم انكم تغربلوها هكيكا يهبط لكلو صافي ولا تبديش فيها كحاجة ولا تفشى ولا الله اعلم نكونو غربلنا وكيكا نكونو متهني هيدا الكيس الثاني كيف كيف باش نغربلو وكيكا نكونو كمانا بخيسك المكونات متاع الدروع متانا لكلهم اخر حاجة قالتنا هي اللوفيوخ شيميك اللي هي خميرة اللي قاتو كيف كيف زيدا باش نغربلوها فالا باش نصبها في الغربية المتاعي ونغربلها مع بقية المكونات وطاق المقعد اللي كان باش نخلطهم الكل مبعاظهم بالفوي منويل يعني بذيكا الركاضة اليدوية وكيكا نكونو كمانا كل شيء سيخطو كيجيو تخلطوه ما تخلطوهوش كيما قوت لكم بقوة يعني جديم ديم هكا دوسمان يعني بالسياسة ليني تخلط الكلو وما تخليوش فيه الكعابر وما ديم كمانا سايا الكيكا نحضر بخيسك باش نمشي نحط الفورمتاعي يسغن على مئو سبعين دراجة راهو كيك الدروع ياخو اكثر وقت ما تتيب الكيكا العادي اذيكا عليش طيبوه على مئو سبعين دراجة باش ياخو وقتو ويتيب لكم بالكدراجة كيما من داخل كيما من برا هذا هو القوام اللي حاجتنا بيه بالنسبة للكيك متاعنا سايا حذر طاو باش نتعديو نتلهيو بالزينا متاعنا انا كيما قوت لكم حتيت فيه التمر خاطر يسن نحب التمر في الكيك الدروع وانتوما نراكم تنجمو تحطو اللي تحبو انتوما اما قبل ذاكا لازمكم التمر متاعكم اتنطفوه الناحيو منو بتبيع القلب اللي في وسطو من داخل وكل كعبة تمر نقصوها في اثنين ماذا بيكم تختاروه تمرها كام عسل ويكون حلو ويكون شخطو اتريب لكده باش كيكا مبعد فاللوس لقاتو كيجيو تقصوه من بعد ما يبديوش يبس انا ننطفو كعبة تتمرو متاعنا لكلهم بعضهم راكم تنجمو تقصوه جوايد مو كعبة صغار واتخلطوه مع الكيك كيما تحبو انتوما ما فاميش قوي عد نجيو طبيقه للمولا كيك متاعنا انا هنا خليت المولا كيك باللار وهو 28 سنتيمتر باش نحط فيه الزبدة انا عندي زبدة ذي السائلة سبيسيال قاتو اما اذا كنتم مع الكومش تنجمو تاخدو شوية زبدة تكون طريا وتدهنوها بسببعكم على الحراف الكل متاع المولا كيك متاعكم راهو علش باش نعمل الزبدة هنا على خاطر باش كيك من بعد كتحطو الكيك متاعكم ما يلسق للكومش وخاصة انا باش مريكم استيوس باش كيك تزينو بها كيك الدرام متاعكم ويجيكم ياسر ياسر بنين من بعد كيما لاحظتو هنا ادهنتو مليح مليح اللحراف الكل بالزبدة متاع المولا كيك متاعنا ومن بعد طبيقة مقعد لي كان باش ناحي البنسو وناخو شوية الجرجلين اللي قطركم عليه من اول الفيديو بالنسبة للجرجلين راني انا عرشتو شوية في النهارة محطوهو شني وبالتبعه يكون نظيف مهم برشا نصب كمية من الجرجلين فوق اللي زبدة هذيكا ومن بعد ندهن كجرجلين في الاحراف الكل باش يرسق في الزبدة وكيك يغطينا الاحراف الكل متاع المولا كيك متاعنا من بعد كنصبو علي القاتو ديجا الكيك مايشدش وهاكا يجي ياسر ياسر مانضروح لو وخاصة ياسر ياسر بنين فيها اكد غرميشها متاع الجرجلين ما تنسوش تحطو بابي كويسون تحت المولا كيك متاعهم باش كيك اكد زايد الكل متاع الجرجلين بتبع ما نخسروهوش نصبوه فوق البابي كويسون ومن بعد ناخدوه الكل وعلا خاطر ديجا هو المولا كيك متاعنا نضيف وفوق زبدة متقعدش يعني اللي تخاسم تاحا في الجرجلين دونك هني نصبو زايد الكلو والباقي متاع الجرجلين نراجعوه في صحبه متاعنا دونك هني نصبوه فوق هذيك الكلو شوفوا تباركالا اذيك هو القويم الي زيكم تتحصلو عليه في الكيك الدروعة دونك هني نتخلطوه بالفيكيا باش يكون القويم متاعه اكبس من هكا اما بالطريقة دونك هذيك راهو ييسر يجيكم خفيف برشا برشا من بعد ما نكمل نصب القاتون تاعي طويك باش نجيبه كيان زين بلي نحب انا وكل واحد باش يقدر انا ما تلكم حاجه يتنتصوه للناس وكل تقدر عليهم وراهم من بعد بالنسبة للكمية ولا للزينة تحطو لي تحبوه حتى تخطو عليه شوية جنجلين اكهو راهو يكفي ويكفي بالغرض على خاطر الفايدة في البنة متاع الدروعة من بعد انا باش نزين بتمر هني خليتة مر متاعي بعد بتبيع ما بيان سيوغ ما اغسلتو نحطوه كيما هكا فوست الكيك متاعنا انا راني تمر ما نحبوش يقعد من فوق في الكيك باش كيكا كيكا كيتيب من داخل ما يتحرق ليش من برا دونك نحبو يدخل فوست الكيك هكيكا فلا ومن بعد باش نزين باللوز ونزيد نعمل في الاخر رشا جل جلين نجم تحطو بيستاش نجم تحطو بفريوة نتحطو انواع متاع لوز نوا اللي تحبو انتوما زادة زبيبي يسري بنن الكيك حاسي لو انتوما تشخشوه كيما تحبوه حطو ماذا بيكم حاجات فيهم منفع خاصة للزغيرات بالنسبة لللوز انا حتيت اللوز لبيض باش كيكا كيتيب من فوق او كيحمر خاطر كينتحطو اللوز لاحمر دجا يبدأ هو فيه القشرة هذيكا وكيحمر ينجم تحرق لكم نعطيكم اس تيوس اذي كينتحبو تحطو الفيكيا من فوق تحطوها كبرشا انواع خليوها في الماء تتنفخ شوية لمدة خمسة شن دقيقة قبل ما تزينوا بيها الكيك متاعكم هكي كي تبدأ الفيكيا تبدأ ايدغاتيه وبعد ما تحرقش كده في الفور دونك هذي بالنسبة للفيكيا متاعنا نعمل راشة لخانية متاع جرجلين هكا لزينة وسهي يكون كل شي يحضر طوى مقعد يكام باش نحطو في الفور يتيب على روحو بالنسبة للفور نواصيكم اذي كين الفور متاعكم هكا قوي تعرفوه طيبوه من لوتا ومبعد شعلو عليه من فوق انا باش نحطو من فوق ومن لوتا على مية وسبعين درجة لي مدد اربعين دقيقة ما نحلو عليه الفور كان من ثلاثين دقيقة ما فما فوق وهذا الكيك متاعنا بعد ما حضره شوفو اكلون اللي فيه تباركالا كيما من فوق كيما من لوتا ومنظرو ياسر مزيان كدخلو سكينة وتلقاوها شاحت يعني راهو سيبون القاتم تاعك ومحضر انا اخذه مني خمسة واربعين دقيقة كاملين دونك توا باش نخرج الكيك متاعي من المول متاع وبتبيعه بعد ما خليته برد في عقله وهذا هو الكيك متاعنا شوفو اتباركالا اكل منظر اللي فيه هو كزينة بتاع الججلين قديش محليها وخاصة هكا اكل بنا اللي فيه اللي جيت فيها وما نحكي لكمش بتبيعها عالريحة اللي فيحة فالدار ما شاء الله هذا بالنسبة للكيك متاعنا كماليتو هاوكا حاجة سهلة على اللخ نتصور للناس الكل تقدر عليه وحاجة خاصة سحية للكبار و للزغار ما فيهوش باشا سكر وكلو ما نفع دونك هاني بتبيعه باش نقصركم الكيك باش شوفو كيفاش جاي من داخل دونك هاني راهو كيما تراو تريع اللخر مازال سخون شوية اما راهو ياسر 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 ابنين هاكا مع قيوة في الصباح وكيما تعرفو تواجي فصل الشتي حويجا هاكا تدا كلها منفع وياسر ياسر ابنينه شوفو تبركر لها اكت ديجلة من داخل راكم بتبيعه تنجمو تحطو كمية اكثر من هاكا ديجلة اما اينا حابيت نحط من كل حاجة شوية شوية باش ميجينيش اقوي باشا وطبيقة ده باش نوريكم كعبة من قرب كيفاش جايها كيا وبتبيعه باش نقصه لكم باش شوفو القوام اللي جاي فيها من داخل شوفو تبركر لها اكل الوين واكل منظر اللي فيه هيدا برج متعنا شوفو فيها الدجلة فيها اللوز فيها الجرجلين وريحتو فوحة فوحة ما شاء الله باش نقصه لكم اكيا باش شوفو عن قرب كيفا جاي الطري خاصة راهو بالحق يذوب في الفم مع قيوة واينا ديما نحبو القاتوذي يناكلو اسخون ما نعرش عليش فيه بنا سبيسيال كي يتاكل هكا مازيل ديفي شوية شوفو الكعبة متعنا كيفاش باش نقصه وشوفو ما شاء الله اكا التراوى اللي فيه فلا دونك هيدا هو القاتو متعنا اليوم ان شاء الله يربي تكون الوصم تاع اليوم مع عجبتكم وان شاء الله تكون اللي تريدكم وان شاء الله نتقابلو تري تري بيانتو في وصفة قادمة وفيديو جديد بس لما اشتركوا في القناة